أحب بكل حضراتكم مرة أخرى ويمكن إحنا لسا متابعين الوقع اللي حصلت في المستشفى تحديداً مع محمد فؤاد ويمكن المتابعين للموضوع عارفين أنه فيه أكتر من رأي في هذا الموضوع فيه ناس كانت شايفة أنه الوقع كلها على بعضها فيها تفاصيل مش فهومة وأنه الكاميرا طبعاً كانت مسورة بوزء صغير جداً من اللي حصل داخل المستشفى ده شق شق الثاني ليه علاقة بإن منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي أنه هذا الطبيب اللي كان موجود في المستشفى كان أصلاً يعرف أتنجم محمد فؤاد من قبل وبالتالي أنه قال أنه ما يعرفوش فده أمر من المنطقي ده برضو شق شق الثالث والأخير متعلق بأنه أتنجم محمد فؤاد كان أصلاً ظاهر في الفيديو أنه طلقت الضرب أو يعني مش حابين إحنا نستخدم هذا اللفظ لكن كأنه أخذ ببوكس يعني فوشه فإيه اللي حصل بالضبط والتحقيقات قالت إيه مبارح لأنه مبارح حصل تحقيقه وإيه نيابة العامة استمعت بمحكم الجنوب القاهرة لأفوال الفنان محمد فؤاد وبظبط إيه اللي حصل في التهام ومما نصيب إليه من طبيب ومدير مستشفى عن شمس التخصصي طبعاً بالسبب والقذف والاعتداء بالضرب على التقم الطبي إيه اللي حصل بالضبط في تحقيقات نيابة مبارح ولو فيه أي مستجداد ظهرت في هذه الواقع هنا عرفها كلها مع زمينا سليم علي الصحفي باليوم السابع وأيضاً المتابع لمجريات القضية ينضم إليه الهاتفات سليم برحب بيك وأهلاً بيك على شرف في اليوم السابع أهلاً بيكم وأهلاً بمتابع تلفزيون اليوم السابع يعني وأنا بحكي أكيد كل الحاجات اللي أنا يمكن كلمتي فيها في البداية هي بالفعل كانت موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي لكن أكيد عندك القول فاصلة أو الحاجة اللي فعلاً حصلت ويمكن النسبة كبيرة ممكن تكون تم الحديث عنها في النيابة مبارح آه تمام خلينا نحكي للمتابعينا في اليوم السابع التفاصيل بالكامل بداية من أول الواقعة آآ الواقعة طبعاً بدأت بأن الفندان محمد فؤاد آآ تلقى آآ التليفون من آآ أقاربه وبالأخص من ابن أخوه آآ عبدالعزيز آآ قال له فيه ده أن آآ آآ لأخوك عبان وآآ عبان جداً وإحنا توجهنا به المستشفى عين شمس التخصصي آآ الوقت ده كان محمد فؤاد كان في استوديو آآ بتاعه في المهندسين مع آآ أصدقاؤه آآ بطول توجه للمستشفى وآآ بمجرد وصوله آآ في الاستقبال بلغوه إن هو يدفع مبلغ سبعين الف جنيه ده عشان آآ عمل آآ تركيبه عامتين له آآ 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 يعني بسرعة قصوة لإن هو الحال لحرجة جيدة. قال تمام وقال هدفع وآآ وتمام جداً وسأل على الطبيب المسؤول عن آآ علاجه. آآ بالفعل توجه ليه يمكن ده كان بعض القمرات آآ البدايات انتشار على السوش الميديكا الظهرة ده آآ عشان يستعلم من الطبيب آآ على الحالة بتاعته آآ الطبيب كان في الوقت ده بيكتب تقريره اللي بعد ما انتهى من الكشف على شقيق محمد آآ فؤاد. والوقت ده كان محمد فؤاد عمالي يجيه مسئلة به آآ اللي تم إعلان على حالة شقيقه وسط لفين. احلى ليه طبعا نتركيب ضعامتين. آآ طبعا الكبير كان مشغول بكتاب تقريره وكان رده عليه نوعاً ما يعني ايه مقترب جداً وده اللي اصار آآ حفيزة آآ آآ الفنان محمد فؤاد ودايق جداً. وخلى يعني يوجه يعني كلام عنيف للدكتور. طبعاً ده خلى الدكتور برضو يعني 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 ويه آآ طبعاً حصل او مشغل آآ ما بينه. طبعاً بعد الواقع دي وبعد طبعاً اصدقاء آآ محمد فؤاد زي ما شفنا ان هم تشاجروا مع التواكم الطبي. آآ توجه الدكتور الطبيب الى قصة شرطة الويني. وحرر آآ محضر ضد الفنان محمد فؤاد. وآآ ابن شقيقه ومدير اعماله. واتهمهم في ان هما اتعدوا عليه بالضربه على التواكم الطبي. وتم اتخاذ اقواله واقوال العاملين بالمستشفى ومدير المستشفى واللي افادوا بنفس الرواية. نفس رواية الطبيب ان هو تم التعدي عليه وتم التعدي على التواكم الطبي ومنعه استكمال عمله واستكمال علاج آآ شقيقه. في المقابل طبعاً كان الفنان محمد فؤاد انتشغل بحالة شقيقه. واللي توجه به مستشفى تانية مستشفى المبرى في مصر القديمة. لاستجمال آآ علاجه. وطبعاً مطلب آآ خروج شقيقه من المستشفى. طبعاً آآ المستشفى عن شفس التخصصي آآ خليته يمضي على اقرار بان هو المسؤول عن حالة شقيقه. وبالفعل مضى واخده الاخوه وراحه به المستشفى المبرى. وتم علاجه آآ وتركيب الضعامتين. والحمد لله ان هو خرج يعني عبد السلامة زي ما قلتنا مؤخراً وزي ما قال الفنان آآ محمد آآ فؤاد. مبارح كان النيابة استدعت الفنان محمد فؤاد واستدعت آآ مدير اعماله وابن شقيقه. وكان آآ ثلاث شهود آآ آخرين. وده الفنان محمد فؤاد كان دخل النيابة بالضبط النيابة آآ آآ غرب آآ القاهرة الكلية في محكمة زينهم الساعة خمسة تقريباً. والتعاد استمرت لغاية الساعة واحدة آآ او الساعة اتنين آآ فجراً يعني. وده طبعاً له آآ كترة شهود العيان وآآ سؤالهم وموجيتهم بالاتهامات اللي وجهها الطبيب آآ آآ ليهم. آآ محمد فؤاد طبعاً آآ صارد الواقع وقال ان الفيديوهات ما مش بعينها كل حاجة. وقدم فيديوهات بيتقن فيها الطبيب بانه هو آآ اتعاد عليه وآآ رقله يعني برجله في آآ جسمه كما كمان اصاب آآ آآ مدير اعماله آآ ساحجات يعني في ايده وكده نتيجة التدافع آآ كمان آآ وجه انه خطف التليفون آآ منه ورفض استكمال معالجة آآ آآ اخوه وقال ان انا انا ما اتعادل عليه بالضرب ولا حاجة واني آآ الطبيب هو اللي اتعاد علي وانا كنت بحاول استفسر منه عن آآ حالة آآ شقيقي آآ لكن هو طبعاً اعملني بتجاهل كبير جداً وما كانش بيرد على اسئلتي وده اللي خلاني يعني آآ 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 اتعنفه وقال كمان ان انا كنت تعبان وكان مريض بالتقفل عصب السابع آآ وده طبعاً كل ده كان الزروف دي كانت مثل دي طبعاً متضايق وآآ يعني اسال ان هو اتشجر معاه اللي بنيابة انتهت بايه انتهت بآآ آآ وجهة اتهمات آآ للفنان محمد آآ فؤاد بالتعدي على التواكم الطبي وعلى الطبيب وعمرت باخلاء سبيله بكفالة عشر تلاف جنيه هو ومدير اعماله وابن شاقيقه ده على زمة القضية. طيب آآ يا سليم يعني هل في التحقيق ذكر الجزء المتعلق بانه آآ محمد فؤاد قال انه آآ ما تعداش على الطبيب بالضرب مظبوط? هو بالفعل قال ده انا ما تعداش عليه بالضرب والطبيب بالعكس هو اللي اتعدى آآ آآ علي. ظاهر في الفيديو آآ جزء آآ سليم انه بالفعل الفنان محمد فؤاد فعلا تعرض بيعني ما كانش واضح مين اللي ضربه بس كان فيه ايد ناحيته وساعتها يعني حتى انا قلت في البداية انه كان واضح انه تلقى بالفعل الضرب ده النيابة اخذت به ولا لسه قيد التحيين. آآ آآ طبعا يا نيابة عرضت كل الفيديوهات. يعني كل الفيديوهات اللي تم تدونها على السوشيال ميديا. وكده بس اللي كان موجود على السوشيال ميديا هو ده الفيديوهات تقدم بيها اصدقاء وآآ آآ اقارب محمد فؤاد ان هم مصورينها. بالاضافة طبعا لفيديوهات المستشفى. برضو كانت اصدرت حاجات ممكن ما كانتش ظهرت كلها على السوشيال ميديا. كده في كاميرات في الكوريدور. ده حقيقي. ده حقيقي فعلا كان فيه كاميرات في المستشفى طبعا بقى ده موسطة كل حاجة بالصوت والصولة وده يمكن كمان الاستعان به الطبيب وآآ مسؤول المستشفى في توجيه اتهمات للفنان محمد فؤاد وأقاربه واصدقائه بالتعدي عليه. آآ احنا دلوقتي طبعا آآ يعني مازال التحقات جارية ومازال طبعا خروج الفنان وآآ اخوه ومدير اعماله بالكفالة عشر تلاف جنيه ده هو لسه القضية مستمرة هو على زم التحقات وممكن يستدعى تاني لسؤاله حواليه الواقع. يعني بس لحد دلوقتي ياسليم آآ يعني. الواقع. الصحاد شغالة. آآ. لغاية وقتنا هزا. آآ لغاية وقتنا هزا هو القارات النهائية اللي خرجت لصدرة من النيابة اللي هو توجيه الاتهام للفنان بالعدي على الطبيب. وبنان عليه امرت باخلاء سبيله بكفالة عشر تلاف جنيه. تعم. والمقرر النهاردة برضو آآ النهاردة غدا بالتقريب هيتم برضو استعاق الطبيب. وآآ التاكم الطبي برضو بسمعه كله مرة اخرى ومواجهته بيه اللي قاله محمد فؤاد. آآ بعد كده هيتم آآ آآ طبعا اتخاذ آآ قرار. ده بقى اما بقى بحالة آآ القضية دي كونح الويني. الاتخاذ بقى مصرها. آآ يا اما ممكن آآ محدش عارف يتم الصلح. وارد كل حاجات. شكرا 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 معيك اللي هيحصل في مجرات القضية. بشكرك شكرا جزيلا زي منا. لا لا شكرا. شكرا متابعة دي مالسي. شكرا. شكرا.